بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في عيب من البعث فإنا خلقناكم من تراج ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أدل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هابدة فإذا أنزلنا عليها الماء أنززت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو للحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة هابدة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فأن يعطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خذي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير لطمع النبي وإن أصابته فتنة انطلب على وجهه ختر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الظلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينفره الله في الدنيا والآخرة فلينجد بسبب إلى السماء ثم يقطع ثم يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يريد وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والزواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهل الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذا لخصمان اختصروا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار يصف من فوق روسهم يصف من فوق روسهم الحميم يصبر به ما في بطولهم والجنود ولهم مقامع حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأمار يحلون فيها من أساور من زغب ولؤلئا ولباتهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويخذون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس الذي جعلناه للناس سواء العاكب فيه والباد ومن يرد فيه بإرحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامل يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام في أيام معلومات على ما رزقهم من بنيمة الأنعام فكلوا منها وأضعنوا البائس الفقير ثم من يقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليصوروا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلى ما نتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوتان واجتنبوا قول الدور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فتخطفوا الطير فتخطفوا الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محيها إلى البيت العتيق ولكل أم أمة جعلنا منسكا يذكر اسم الله على ما رزقهم على ما رزقهم من بنيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلعوا وبشر المخبثين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمحيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والهدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله علينا صواب فإذا وجبت جنوبها فإذا وجبت جنوبها فكنوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك تخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك تخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشري محسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوال كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصفهم لقدير الذين أخرجوا من ذيانهم بغير حق إلا أن يقولوا إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله إن أتبعضهم ببعض لهدمت لهدمت روامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في أرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ولما العلم منكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوحي وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم نوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت لي كافرين قوم وأخذتهم فكيف كان نكير فكأي من القرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على عروشنا وبئر معطلة وبئر معطلة تير وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كالف سنة مما تعجون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا ثمنى ألقى الشيطان في أميته فينسخ الله ما ألقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جننا في النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنهم الله إن الله لعفور غفور ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم أفي الأرض والفلك تجري والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرعوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يريتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكرهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادنوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكو بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من النصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفرهم منكر يكادون يصطعون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبيكم بشر من ذلكم أن النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقدوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سمناكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على من الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم